بينما يحتفل العالم في يوم العدالة الاجتماعية ويؤكد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان يبرز المشهد العراقي بكل ما يحمله من إرث عقدين من الزمن هدرت فيه الكرامة الإنسانية وسولب الناس من أبسط حقوقهم يطحنهم الفقر والجوع وتتخطفهم السجون والمعتقلات وتغتالهم أيدي الجريمة المنظمة ثامن دولة على مستوى العالم في الجريمة المنظمة وفي مقدمة الدول التي تتفشى فيها المخدرات وعلى رأس عنوين المنظمات الحقوقية التي تتحدث عن حالات الانتحار والطلاق هذا هو العراق الذي وصلت به نسبة الفقر إلى أكثر من 40% وارتفعت البطالة بشكل مخيف وكل هؤلاء يغطنون في مجمعات عشوائية تمثل السواد الأعظم من مساحات المدن بما فيها واجهة العراق العاصمة بغداد التي باتت تعد من أسوأ مدن العالم بالنسبة للمعيشة بحسب مواقع رصد ومؤشرات دولية أما المدن التي مرت بها الآلة العسكرية فلا يكاد يرى أي ملامح حياة بعد دمارها وتشرد أهلها ما بين نازح ومهاجر ومهجر ومخفي قصرا في سجون القوات الحكومية والميليشيات في وقت تنفذ في مناطق النازحين أكبر عملية تغيير ديمقرافي تشهدها البلاد غياب العدالة الاجتماعية في بلد غني بالثروات مثل العراق هو الذي أوجد المفارقة بين الموازنات المالية الانفجارية وتفشي الفقر في البلاد حيث يعد الفقر باب كل الأمراض المجتمعية من تفكك أسري وعنف وتخلف وجهل بينما تبني الطبقة السياسية الفاسدة إمبراطوريات مالية دون حسيب أو رقيب